أصدقائي ومشاهدين فورمة الصوت الصوت فورمة زي الجسم بالظبط بتلاقي أن لعب كمال الأجسام قبل ما يخش مسابقة أو بطولة بيعمل فورمة يعني فورمة بيعمل معسكر مغلق بيعمل جسمه بيشد على تبالينه بيعمل نظام غذائي بيتمرن بقوة قوي علشان يبقى في أفضل شكل وفي أفضل صورة أثناء المسابقة وبالتالي هو كده في الفورمة لعيب الكورة قبل مطش مهم بيعمل معسكر مغلق يتمرن فيه ويرجع أدائه طب بعد المطش المهم ده إلي بيحصل بتلاقي أن كرشه بدأ يظهر تاني عدلاته بدأ يترخي نفسه بدأ يقصر ما بيقدرش يجري كويس ده اللي بيحصل لأي قارق أو منشد انقطع عن الأداء إنه هو قوت الفورمة يعني بره الفورمة مهوش في الفورمة إزاي بقى أعمل فورمة كويسة الفورمة الكويسة بتكون إنك لازم تداوم على تمارين الفوكاليس باستمرار تمارين النفس باستمرار مفاتيح المقامات باستمرار وتقرأ تلاوات كاملة لمدد طويلة باستمرار يعني إيه؟ يعني أنا مثلا داخل على موسم شغل ما ينفعش أدخله وأنا مريح لأ قبل ما دخل على موسم شغل قوي أو سلسلة حفلات قوية يعني مثلا أنا مستدعى مثلا لإن أنا أعمل 30 حفلة في هولندا في خلال 15 يوم إيه للمفروض علي أعمله؟ المفروض إن أنا أخذ قبلها بإسبوعين أو 3 أسابيع أعمل فورمة لصوتي الصوت فورمة وبيقل مع الركنة الصوت بيصدي لما بيتركن الصوت مستوى بيقل مش الصوت بس إحنا بنتكلم على منظومة عمل متكاملة الصوت والنفس والعرب والودن نفسها مش هتطلع نغم كتير دي فورمة الصوت إنك تهتم بالفوكاليس تهتم بالمأمات تهتم بالمفاتيح تهتم بقوة تحمل صوتك تهتم بحشراجة صوتك أو عدمها تهتم بنومك تهتم بجسمك تهتم بالرياضة علشان خاطر جسمك يكون مساعدك إنك تقول صوتك تحمل يعني أقوى أطول فترة ممكنة وأطول وقت ممكن شكرا جزيلا